هل تشعر بالقلق بسبب قرب الاختبارات؟ لا تقلق فهذا أمر معتاد ومتوقع بل ربما يكون مفيدا لتحفيز النفس على الاجتهاد ما لم يصل إلى حد التشويش فتوكل على الله واجتهد قدر المستطاع ولا تنسى يوم الاختبار أن تذكر الله كثيرا أن تلتمس رضا والديك ودعاءهما أن تحافظ على أذكار الصباح والأدعية اليومية خاصة دعاء الخروج من المنزل بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله أن تأخذ الأدوات المطلوبة فإذا دخلت قاعة الامتحان وشعرت أنك نسيت جميع ما ذكرت فلا تقلق هذا شيء طبيعي والذهن يستدعي المعلومات المطلوبة عند الحاجة إليها فأنت لا تستطيع أن تسرد أسماء كل من تعرفهم في لحظة واحدة لكن بإمكانك أن تذكر أحدهم بمجرد رؤيته وهكذا المعلومة فغالبا تذكرها عند رؤية سؤال ليس للاختبارات أدعية محددة لكن هناك أدعية تناسبها مثل رب شرح لي صدري ويسر لي أمري اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اهدني وسددني يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين واحذر الغشة فإنه مضر بالدنيا والدين وبعد الامتحان لا تنشغل بمراجعة إجاباتك واشتغل بامتحان اليوم التالي وإن تذكرت خطأا فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل